فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وهذا جيد إلا أن يقال الحديث يقتضي أن إسماعيل هو المصطفى من ولد إبراهيم وأن بني كنانة هم المصطفىون من ولد إسماعيل وليس فيه ما يقتضي أن ولد إسماعيل أيضا مصطفىون على غيرهم إذا كان أبوهم مصطفى وبعضهم مصطفى على بعض فيقال لو لم يكن هذا مقصودا في الحديث لم يكن لذكر اصطفاء إسماعيل فائدة إذا كان اصطفاءه لم يدل على اصطفاء ذريته إذ يكون على هذا التقدير لا فرق بين ذكر إسماعيل وذكر إسحاق ثم هذا منضما إلى بقية الأحاديث دليل على أن المعنى في جميعها واحد نعم وليس الفضل كما يقول بعض الناس والمغالطين أن اصطفاء الشخص الواحد لا يدل على اصطفاء ذريته فاصطفاء إسماعيل على ولد إبراهيم لا يقتضي تفضيل العرب الذين هم ذرية إسماعيل فهذا قول باطل لأن اصطفاء إسماعيل يدل على اصطفاء بنيه وذريته وكذلك ما كان في إسحاق عليه السلام من الفضل هو أيضا تفضيل لذريته وهم بنوا إسرائيل ولهذا قال سبحانه وتعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين يعني بني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين يعني في وقتهم فهم أفضل الناس في وقتهم لما كانوا مؤمنين بأنبيائهم لكن لما انحرفوا للعصبية ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من باب العصبية زالت هذه الفضيلة عنهم لأن الفضيلة ليست لمجرد النسب وإنما الفضيلة للدين والإيمان فإذا زال هذا زالت الفضيلة ترجمة نانسي قنقر